عاملة في مجالات تقنية وفنية متعددة 791 تلميذة وتلميذة موزعين على أربعة مستويات يواصلون الدراسة في مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بنواذبو مع بداية الشهر الثاني من العام الدراسي 2024-2025 جيت هنا طاحت مرفي افتتاح التكوين المهني وفضل الله بعد انجاحنا واشبارنا وطلع تلك هنا عدد الفتاة خصوص الميكانيك جيت سووو الحمد الله ضحنا في كف الحمد رفض بل الله على انجاحنا وانقباضنا عددنا هو تخصص كف وقرأنا وقرأنا واضحنا على ذلك اللي أنا قرأ زين باعه ومشا الله عدد لازم بيتي ميكانيك ماشالله كانت سنة ماضية ماشالله كانت سنة جيدة ماشالله وليا ماشالله بالجيد والمثابرة علمنا قدر من المعرفة ماشالله ما كنا نعرف جزا الله أنه خيرا ادرس السنة الأولى من تخصص شهدت كفاءة مهنية كاب في مدرسة التكوين المهني بنواذيب اخترت هذا المجال لأهميته ودوره الأساسي في السوق المحلي وروف الدراسة هنا جيدة وهناك رقابة منتظمة على سير الدراسة على مستوى كافة التخصصات وتتابع إدارة المؤسسة عملية التأطير مع مراعاة الجودة في التكوين بكل مساراته ومستوياته بما يستجيب لتطلعات وحاجيات السوق العمل في بلادنا كي لاحظتم ابدأت سنة الدراسة يوم السبعة عشره الفناة اربعة عشرين وفعلا بدأت الدراسة ذاك اليوم كي لاحظتم وحاليا عندنا أسبعمية واحد واحد وتسعين تلميذي موزع على هيت مؤسس ومستويات مستوى ببتا اس هلي عشرين تلميذي كي لاحظتم ومستوى بيتي هي تتمية وستة وسبعين ومستوى كاب هي تتمية وخمس وتسعين هي عدد وهذا العدد يتم متعطيره من طرف 38 أستاذ وهذه السنة شاركنا في أعمالة إصلاحة طائبات المدرسية حيث تم إصلاح من طرف موسط نحن 177 طائبات المدرسية لسالة موساط التعليم في أربع مدرس ابتدائية وثمانية ما بين إعدادية وذانبية مع أنه شاركنا في نجاح الدقور سنة الدراسية في مدرس الجمهورية يتلقى التلاميذ التكوين في هذه المدرسة من طرف مجموعة من الأساتذة يقدمون دروسا متعددة في مجالات فنية ومهنية متنوعة